في الثامن من آذار من كل عام تحتفي بلدان العالم بيوم المرأة لتسليط الضوء على دورهن ومعاناتهن سواء لتكريمهن والإشادة بجهودهن أو محاولة إيجاد الحلول لإنهاء مشاكلهن في العراق يختلف الأمر تماماً فلا يجد المهنئون بهذا اليوم صفحة إلى وفيها مآسيا قديمة تتجدد في سيرة معاناة المرأة العراقية ودور الحكومات المتعاقبة بتهميشها وعدم التفات لأوضاعها عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأرامل والثكالة وكذلك المعتقلات لا جهة حكومية تصغي لهن أو تخصص لهن ما يعينهن على ظروف الحياة في بلد يعوم على بحر من الثروات وعلى العكس تماماً تمعن الجهات الحكومية في تجاهل واقع المرأة في العراق وتتركها ضحية للعنف الأسري الذي يفتح الباب على مصرعيه لمشاكل لا تنتهي الهدف منها تفتيت المجتمع العراقي حيث أكدت لجنة المرأة النيابية أن التعنيف ضد المرأة لا يزال مستمراً وبشكل شبه يومي فيما لفتت مفوضية حقوق الإنسان في ديالا إلى أن 80% من حالات تعنيف المرأة لا تصل إلى مراكز الشرطة نتيجة غياب القوانين الرادعة التي تحفظ حقوق المرأة العضو تسابق في مجلس محافظة ديالا نجاة الطائي تؤكد أن كل حديث عن نيل المرأة العراقية حقوقها بعد 2003 هو مخالف للواقع كما أكدت النائبة زهر البجاري أن الأحزاب تهمش دور المرأة رغم الإعلانات التسويقية عن دعم حقوقهن وهو ما أقر به رئيس الحكومة محمد السوداني ووجد فيه فرصة لتسويق منجز والترويج لنفسه عبر إعلان استعداد حكومته دعم النشاطات النسوية بعيداً عما سماها عمليات التضليل جمعية الأمل العراقية بدورها أكدت أن المرأة في العراق لا تزال تعاني من التعنيف وعدم الإنصاف والاضطهاد حتى بقضية إيجاد فرص عمل فيما تبرز معاناتهن بشكل أوسع في المحافظات المنكوبة والتي اضطررنا فيه آلاف النساء إلى تحمل أعباء إعالة عائلاتهن فيما لا تزال ألاف أخريات بحالة نزوح مستمرة وبدوافع طائفية